اشتركوا في القناة فضيلة الشيخ الدكتور جمعة مباركة علي ان شاء الله يبارك على الجميع مع آخر جمعة من رمضان سبحان الله سرعان ما طرع اليه فضيلة الشيخ الليلة تصادف ليلة القدر أو ليلة السابع العشرين من رمضان تعودنا نسميها بليلة القدر ليلة السابع العشرين رغم أنه نعرف أنه العشر الأواخر ربما الشخص يتحرر ليلة القدر ماذا تعني هذه الليلة حدثنا عن ليلة القدر بالذات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وعلاه هذه الليلة المباركة ليلة عظيمة وليلة كريمة عند الله سبحانه وتعالى وهي من خصائص هذه الأمة المحمدية أن الله سبحانه وتعالى جعل لها ليلة في رمضان من ليالي السنة كلها تعادل العبادة فيها أكثر تعادل ألف شهر وهي ما يقارب أربعة واثمانين سنة سبحانه أي إن العبادة في هذه الليلة المباركة من صلاة وقراءة قرآن ودعاء وذكر وتسبيع تعدل عند الله ألف شهر فإذا لها منزلة عظيمة وكبيرة ينبغي على المسلم أن يغتنمها وأن يحافظ عليها وجاءت هذه الليلة لتزامنها مع نزول القرآن الكريم فهذه الليلة شرفت لنزول القرآن الكريم يعني لأنه نزل القرآن فيها فهي ليلة عظيمة عند الله ولا شك أن المنزل فيها ما دام هذه الليلة خصت بهذه العبادة فإذا منزلة القرآن الكريم كيف تكون لا بد أن تكون في عين المسلم وفي قلبه وفي عمله وفي روحه وأن يهتم به اهتمام كثيرا إذا كانت هذه الليلة التي أنزل فيها تعادل ألف شهر فكيف بمن يعمل بالقرآن الكريم ويحيي القرآن الكريم في قلبه وفي سلوكه وفي عمله وحقا كما قال سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إذن هداية البشرية كانت من تلك الليلة المباركة هداية الناس وإلا لو لم ينزل الله سبحانه وتعالى القرآن في هذه الليلة المباركة لكان الناس إذن في عماية وفي ضلالة وفي تيه وفي ضياع ولكن الحمد لله أن خصنا الله سبحانه وتعالى بأن أنزل القرآن الكريم إلينا أمة محمد عليه الصلاة والسلام ولهذا سميت هذه الليلة بليلة القدر هناك ربط بين الأقدار في هذه الليلة والقدر نفسها يعني هو القدر نفسها الأقدار بهذه المسألة هو القدر كلمة القدر يعني تأتي القدر إما من التقدير أي إن الله سبحانه وتعالى يقدر فيها ما كتب للخلائق من آجال ومن أرزاق ومن صحة ومن عافية ومن خير ومن شر كذلك في هذه الليلة المباركة تجدد كل سنة وسمى الله سبحانه وتعالى أن أنزلناه في ليلة مباركة حاميم حاميم والكتاب المبين أن أنزلناه في ليلة مباركة فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا هي ليلة القدر فأوامر الله سبحانه وتعالى تقسم في هذه الليلة المباركة صحتك عافيتك رزقك أجلك وكل شيء يقسم في هذه الليلة فسميت بالقدر لأنه تقدر فيها آجال الخلائق لكن هي كلمة القدر يعني كلمة أشمل وأعظم يعني من أن نحصرها بالتقدير فقط فهي أيضا من التقدير بمعنى التعظيم أي إن هذه الليلة هي ليلة ذات قدر عظيم وكريم عند الله سبحانه وتعالى كما يقول علماء لأن الله سبحانه وتعالى أنزل فيها كتابا ذا قدر على نبي ذي قدر على أمة ذات قدر فسميت بليلة القدر ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة تعظيم أي إن هذه الليلة أمرها عظيم وكبير عند الله سبحانه وتعالى وما أدراك أي شيء عظيم جعل هذه الليلة ليلة مباركة وكبيرة عند الله سبحانه وتعالى وما أدراك ما ليلة القدر يعني بعض الناس يقول أنه وما أدراك أنت ما تدري لا فضلت الشيخ لا أنما هو العفو حتى يوضح للمشاهد أنه هذه الليلة ذات قدر كبير وعظيم عند الله سبحانه وتعالى ولا تدري قدرها وأظمها عند الله سبحانه وتعالى يعني تحدثت قبل قليل بأن الله سبحانه وتعالى ربما يعني يفرغ فيها كل أمر حكيم في هذه الليلة هذه العملية الأقدار وكتابة الآجال وغيرها عند الله سبحانه وتعالى للبشر هذا أمر يعني لآلاف السنين ربما منذ خلق الله سبحانه وتعالى هذا الكون بالكامل لا علاقة لها بنزول القرآن لكن الله سبحانه وتعالى شرف ليلة القدر أيضا بنزول القرآن يعني هو هذه الفقرة فهمت قصدي يعني فضلت الشيخ والله هو أكو حقيقة يعني أكو تقدير سمون عام وتقدير خاص أكو تقدير إلى ما لا نهاية له وأكو تقدير سنوي كما يقول خطة سنوية وكذا فهذه السنوية تقدر فيها أكو التقديرات العامة التي كتبت في اللوح المحفوظ في أم الكتاب ذاك تقدير ما يجري للخلائق كلها ثم بعد ذلك يقدر لهذه الخلائق في هذه الليلة المباركة كل على حسب ما يريد الله سبحانه وتعالى وكأنه للاهتمام بها أن كل واحد سيكتب له رزقه وأجاله وكذا وأن الإنسان كما ورد في الحديث إذا كان في بطن أمه وكتب له رزقه وأجاله وشقين أو سعيد هذا التقدير العام لكن كل سنة يقدر أيضا تقدير آخر للتأكيد على أن هذا الأمر سيجري على الإنسان لا محيص عنه طيب ما الفضل الذي ميز هذه الليلة بغض النظر عن قراءة القرآن أو تنزيل القرآن عند الله سبحانه وتعالى هناك أجر من الله سبحانه وتعالى للعبد الذي يقيم هذه الليلة ما هذه الثواب والأجر نعم الثواب والأجر كبير عند الله سبحانه وتعالى لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه غفر له ما تقدم من ذنبه حتى بعض العلماء قال يغفر له ما تقدم من الصغائر ومن الكبائر ومنه من قال من الصغائر فقط فإذا كان قد قام هذه الليلة وأحيا هذه الليلة كتب له من الأجر الكبير عند الله يعني عندنا من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان قيام كل الأيام غفر له ما تقدم من ذنبه وهنا من قام هذه الليلة غفر له ما تقدم من ذنبه الثواب عظيماً إذن يساوي كأنه الصيام ويساوي القيام هذه الليلة المباركة طيب ألا تعوض مثل هذه الليلة بثوابها في عمل آخر ربما الإنسان قد لا تدركه هذه الليلة والدليل نحن ندعو اللهم يعني يفضل علينا أنه نكون من هذه الليلة نعم ندرك هذه الليلة المباركة طبعاً الله سبحانه وتعالى له أولاً خصوصيات يعني إن الله خواص في الأشخص في الأشخاص في الأمكنة والأزمنة والأشخاص فيختص ليلة من الليالي يوماً من الأيام شخصاً من الأشخاص يختصهم فالله سبحانه وتعالى اختص هذه الليلة بشيء مبارك فيها لا يمكن أن يوجد في غيره من الليالي أكو علامات لليلة القدر رح أتحدث عنها بعد قليل بعدما نشوف الأخ يوسف سلام عليكم يا أخ يوسف أخ يوسف سلام عليكم هلو هلو حياك الله حياك الله يا يوسف سلام عليكم عليكم السلام عليكم حياك الله حياك الله الحمد لله شيخ الله أحبك بس جوال يتفضل يا أبو يوسف قبل كم سنة وجد تمرض ما شيخ نعم نعم أسمعك زوجتي شات يوم يعني حفظ يعني بيوم جمعة وشعر الله عنه زمين جاي يعني صار متخبطة وسطرة من الشوكات لم نطوش فيها الشربت ماء حتى ذكر يرتع وانطوه هاي لعبو شربت وراء عليها سواء توفد اخو ما يوصلنا خطأ يعني طيب يعني فضلت شيخ تهمت السؤال إن شاء الله يعني يوسف أخ يوسف بس أنا أريد أسألك يعني هو رجل مريض بسكر مثلا يعني من الجانب نخربط وشعر نوش في يوم انطوش أربت يعني جايكم من نطوش فيه ما أحد أو شربت فمتي شربت هم جايز جمو سبحان الله يعني طيب الله يرحمه طيب راح تسمع الإجابة الله يرحمه إن شاء الله شكراً لك ويانتصال آخر منو يا الاختة إيمان سلام عليكم يا أختي السلام عليكم وعليكم السلام حياتي الله يا هلبي تفضلي أستاذ أنا بس أريد أسأل أنه أنا عندي صلاة وغاية فاتتني بحيث يعني ما عادتهم وأيام رمضان أيضا هم عادتهم فشنون أقضيهم يعني طيب عندي سؤال آخر لا آية شكراً إليك استسمعين الإجابة فضيط الشيخ طيب شكراً إليك فضيط الشيخ يعني هناك في مسألة ليلة القدر هناك بعض الحاديث وبين أن نهارها يكونوا كذا وليلها يكونوا كذا ما هي هذه الميزات التي ربما يستشعر بها الإنسان بأنها ليلة القدر هي كما تعلمون أن الله سبحانه وتعالى أخفى ليلة القدر يعني ليست معينة في ليلة معروفة ومعلومة لا تغادرها أبداً ورد أنها في العشر الأواخر وفي الأوتار وأرجى ما تكون في ليلة السابع والعشرين هذه الليلة حقيقة لها علامات يدركها من يتابع هذه العلامات هذه العلامات يعني أدت علامات ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث متفرقة لكن مجمل هذه العلامات هو أن الشمس تطلع صبيحة ذلك اليوم مو بالليل صبيحة ذلك اليوم تطلع بيضاء لا شعاع لها بيضاء لا شعاع لها وفي رواية أخرى حمراء ضعيفة حمراء ضعيفة وذلك يقول العلماء لنزول الملائكة فكأنها تحجب ما بين الشمس وما بين الناس هذه العلامة الأولى العلامة الثانية في تلك الليلة في تلك الليلة أن تكون هادئة مستقرة لا حارة ولا باردة لا حارة ولا باردة وإنما وسط بين ذلك العلامة الثالثة أن لا يرمى فيها بنجم النجوم والشهب والنهازك اللي ترمى برجم الشياطين في تلك الليلة لا ترمى حتى يصبح الصباح يعني هذا حقيقة أشهر العلامات التي يمكن أن تكون لا علاقة بأصوات الحيوانات أجل لكم الله لا الحقيقة أكو بعض الروايات تقول أنه الكلاب لا تنبح كذا لكن الروايات ضعيفة لا يحول عليها لكن هذه الروايات الأخرى التي ذكرناها يثابت في أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم طيب شكرا لي سماحاتكم نبدأ مع الأخ يوسف يعني هو حادثة صايرا عندهم نعم يقول رجل كبير بالسن يعني رجل مريض وهو صايم يمكن على ما أعتقد فمتخربط أو فتشي قالهم جيبوا لهم مي جايبي له شربت وعلى ضوء هذا الأساس توفى الرجل فيسأل يعني ما أعرف يعني الله يكون بعونا هذا هذا تفكير الله يرحمه برحمة الله سعى وأكيد لما جاء متخربط يعني كأنه أضناع التعب والمشقة يعني كانه شارف على الهلاك فلما قال جيبوا لي الماء طبعا هو يتحمل إذا كان مو عطشان بس أكيد ربما بلغ به الأمر إلى النهاية فهم جاء بوله باعتبار أنه خلص راح يموت فهم أدركوا يعني هم ليس عليهم شيء بل على الأكس لو لم يدركوا ويموت يقول شوف ما أمطى ما أمطى ومات هلاكا لا فبالنسبة لهم لا شيء عليهم والأمر صحيح وكذا هو الله يرحمه برحمة الواسعة وهذه علامة أنه رجل يعني كان هو مشرف على الهلاك مشرف على الهلاك حتى لو شرب الماء أو اشتربت ما نفع هذا فهو مشرف على الهلاك الأمر طبيعي لا يفكرون فيها والله يرحمه برحمة الواسعة ولا شيء علينا طيب الأخة إيمان تقول فاتتني أدتها صلاة وصيام كيف القضاء إذا فاتت الإنسان صلوات متعددة وصيام أيضا متعدد أحيانا يعني قد يكون يصلي لكن تترك في بعض الأوقات والصوم وتترك في بعض الأيام طبعا هذا يجب عليها قضاء ما فات من صلاة ومن صيام لأن هذا حق الله سبحانه وتعالى وحق الله تعالى أولى بالقضاء كحقوق الناس الله سبحانه وتعالى أيضا يطالب هؤلاء بالقضاء مثلما أنسان ينام ويستيقظ فاتتة الصلاة يقضيها والرسول عليه الصلاة في حديث آخر قال دين الله يحقه بالقضاء مثلا ما دم هي كانت الصلي وكانت الصوم لكن تفوتها في بعض الأيام فعليها أن تقضي لكن يقول لك أنا ما أعلمها تأمل ما يغلب على ظنها أنها قد استوفت الصوم مثلا تشوف أنه كل سنة مثلا شهرين تلاذة كذا وهكذا الصوم بالصلاة تترك أنه مثلا أسبوع أسبوعين كذا ثم ترجع ليغلب على ظنها تقوم به وإذا وفت أو ما وفت الأمر أي الله سبحانه وتعالى إن شاء الله طيب الأخ أكرم السلام عليكم عليكم السلام شارك في العديد يا أخوي الله يحفظك بارك الله بيك فضل يا أخوي بلا زحم سأل بسأل الشيخ على صلاة السنة نعم يصير أنه وراء ما أصلي صلاة السنة أصلي ركاتين هذه السؤال الأول الزحمة يعني النافلة الصلاة السنة وراء الصلاة الأكيادية طبيعية أصلي ركاتين جماعي يقولون السؤال الثاني أقرأ عندي مبائل وبرنامج قرآن أقرأ قرآن أنا نايم أكياد يعني ماكو مشكلة طيب والسؤال الثالث نحن عليك إذا نجعل صلي صلاة العصر صليت أربع ركاتين صليت ركاتين وصلي عندي بثنا ركاتين صار عندك غزات يسيرك من الصلاة لو عايتين صار عندك شنو صار عندك شنو صار عندك هاو ماذا نجعل يصلي وصار عندك غزات طيب وهذا شيء سيوعيد يعني وراء ما أخلص عادي صلاة جدا جديد وصلاة هذه نقول إن شاء الله تسمع الإجابة من فضية الشيخ شكراً إليك يا أخي أكرم شكراً فضية الشيخ يسأل عن صلاة النافلة كيف تؤدى وهل يجوز أن يصلي إذا صلى ركعتين أن يزيد فيها بركعتين أخريتين بالنسبة للصلاة صلاة السنن والرواتب والنوافل الصلاة خير الموضوع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فالشخص لاحق أنه يستزيد من النوافل والصلاة والتطوع لله سبحانه وتعالى في الأوقات الغير منه عنها أكو أوقات منه عنها يعني مثلا عند طلوع الشمس وعند الغروب وعند الاستواء أي ثلاثة بعد صلاة الفجر وقبل صلاة المغرب أي هذه يعني يكره كذلك عند بعض العلماء أنه بعد صلاة الفجر وبعد العصر التنفل غير مستحب التنفل بعد الفجر وبعد العصر غير مستحب لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر وبعد العصر أذن لأوقات يحاول أنه لا يكثر فيهم الصلاة وما عدا ذلك يريد صلي قبل الظهر الضحى بين الظهر والعصير إذا فاتت ركعتين الفجر إذا فاتت ركعتين الفجر يقضيها بعد الفجر مباشرة لأن هذه سنة مؤكدة وإن كان لماء أبو حنيف يقول لا يقضيها بعد طلوع الشمس أيضا يأخذ بعموم الحديد الذي ذكرناه المتقدم فيقضيها بعد طلوع الشمس لكن الجمهور لا قالوا يقضيها بعد الفجر نعم مفاتته ركعتين صلاة الضحى وقتها وقتها من ارتفاع الشمس قدر ربع ساعة ربع ساعة ثلث ساعة ارتفاع قدر رمع يسمون العلماء بحسب نظر الرائي يعني ربع ساعة فما فوق إلى استواء الشمس إلى وقت الظهر إلى وقت الظهر هذا كل يعتبر وقت الضحى لكن الأفضل صلاة الضحى هي بعد ما يقارب ساعتين من طلوع الشمس ما يقارب ساعتين أو ساعة ونص من طلوع الشمس نعم قالت سيدة عائشة حينما سئلت عن صلاة الضحى أو السمتة صلاة الأوابين قالت حين ترمض الفصال الفصال للإبل الصغار كذا ظل نايمة أوش من تسمعه بعدين تجي حر الشمس تقوم فيجي حر الشمس بعد ساعة ساعة ونص يأتي الحر فتقوم نعم طيب فضلت الشيخ يسأله أيضا يقول يعني يقرأ القرآن في الموبايل وهو نايم يجوز هذا الأولى أصلا قراءة القرآن في الموبايل جائزة أولا بصورة عامة وإذا كان نائما أيضا جائز لا بأس به لكن لو أراد أن يجلس فهو أفضل أدبا للقرآن ويستقبل القبلة باعتباره يقرأ القرآن أما لو أراد أن ينام أو كذا كما قال الله يذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يجوز يجوز ذلك طيب وإذا كان متوضع أو غير متوضع في الموبايل أيضا جائز في الموبايل يجوز مثل الموبايل سواء كان متوضع أو غير متوضع ونقصد هنا قراءة القرآن أي نعم من غير وضوء أي يجوز قراءة القرآن ويجوز من الموبايل فقط بس قصد الموبايل أنه هذا لامس عندنا لمس المصحف لا يجوز فهل يعتبر هذا الموبايل يعتبر مثل هذا المصحف لا هو ما قال لا لا يعتبر مثل المصحف ولهذا كيف كان ما عنده وضوء يجوز يقرأ القرآن بدون وضوء نعم في الموبايل نعم لأبي int morgen نعم طيب لأخد حليما سلام عليكم سلام إن شاء الله يا أختي إن شاء الله تفضلي المريضة مات مات صوم رمضان عندك مريضة مات صوم رمضان وطلحتها للفترة مات شهر رمضان من ذاك الأسبوع يعني قبل هل جائز يعني إلا قبل العيد في يومين ان شاء الله تسمعي الإجابة عن فضية الشيخة. عندي سؤال آخر أختي لا تسأل هيا شكرا لك للأخ أكرم أيضا سؤال آخر يقول مرات يعني تخرج منه يعني غازات وكذا في مثلا صلاة الظهر أو صلاة العصر بركعتين إذا صلىها في هذا الحالة يعيد وضوء أو يعيد الصلاة لو يروح يكمل ركعتين يعيد الوضوء طبعا أكيد إنه إذا خرج منه ريح وتأكد لأن بعض الناس بس يسمع غازات تقوم تقرقر أو كذا لا لا بد أنه يخرج شيء تأكد منه فيذهب يتوضع خلاص الصلاة نعم طيب ويعيد الصلاة من جديد هذا على قول الجمهور الحقيقة هناك قول الأم الأحناف وقول أيضا للشافعية كذا أنه يبني على ما فات منهم اللي صلى ركعتين توضو يجي يكمل ركعتين بس ما رح يحتاج إلى إقامة صلاة أي بس هذا شلو يحتاج لها شروط يعني مثلا لا يتكلم مثلا من يطلع ما يتكلم وياحد لا يكون محل وضوء بعيد حيال بحيث أنه كذا وكون هناك مكان أقرب من عنده يعني لها شروط لكن قول الجمهور الأحواط هو أنه خلص يعيد الصلاة يعيد الصلاة من جديد إن شاء الله طيب شكرا لي سمعتكم أبو أحمد سلام عليكم أبو أحمد حياك الله سلام عليكم سلام ورحمة الله إذن أتواج بالله نعم تفضل يا أبا سلام عليكم عليكم السلام بالمشبه أبو أحمد بس اسمع المعلومات زيار المخلص في النار لما يسأل في قبره في قبره أل يكن جوابه نفس جواب المؤمن أو نفس جواب الكافر وليا ذو بالله طيب عندك سؤال آخر أعلى وجزاك الله حياكم الله سمعت الشيخ الأخة حليمة تقول يعني عندها مريضة ودفعت لها هي الفطرة بس أنا ما سألت يعني أنه الكفارة تدفع للفطرة المهم بس هي قالت الفطرة قبل أسبوع وتقول أنه سمعت أنه يقولون لا قبل العيد في يوم يومين أفضل فهل يجوز أنه أدفع الفطرة أني في منتصف رمضان أو قبلها يعني قبل صلاة العيد هي سألت أنه أمها مصايمة يعني معناها تسأل عن فدية الصوم ما أعرف يا قار ربطتها قبل العيد يعني ربطتها من قبل العيد في زكاة الفطرة فطرة الصوم إذا يعني فطرة الصوم جائز دفعها من أول رمضان على رأي بعض العلماء إلى آخر يوم بالنسبة لفدية الصوم ربما تسأل هي أكثر عن فدية الصوم فدية الصوم ينبغي أن تكون للأيام الماضية للأيام الماضية يعني مثلا إذا هي قبل أسبوع دفعت يحسب لما قبل الأسبوع من تلك الأيام وما بعد الأيام اللي بعدها ما يعني ما جدت الأيام فعليها أن تدفعها في آخر رمضان يعني هي أصلها أن تكون في آخر الصيام إما يوميا ينتهي اليوم وتدفع أو أسبوعيا أو ينتهي الشهر وتدفع ما علاقة بالعيد يوم أو يومين هذه صدقة العفو هو فدية الصيام اللي المرأة ما تقدر الصوم فإذا دفعت نص الأيام اللي مضتها ديش وإذا هي دفعتها كلتها فعن الماضية تعتبر واصلة إن شاء الله وما بعدها لا عليها أن تعوض عنها لأنه دفعت قبل طيل إذا كان الجواب بالنسبة للوعدة إن شاء الله تعالى إذا كان هذا سؤالها وإذا كان السؤال الأول أيضا واضح لأنه كما ذكرت فضيلتكم أنه جائز ذلك شرعا بإعطاء الزكاة الخطر نعم في أي وقات نعم الأخ أحمد يقول المخلد في النار ويعني ما عرف قصده منه يعني بهذه المسألة المخلد في النار هل يسأل في قبره بنفس أو يجاوب في قبره نفس زواب الكافر يعني مخلد في النار يعني هو إذا كان ما وصل للنار يعني بس عذاب القبر أو كذا إذا كان مسلمان يعني لا يخلد في النار على أي حال يمكن هو يسأل أنه يعني سؤال المؤمن في قبره وسؤال الفاسق أو كذا أو المقصر يعني هل يسأل نفس سؤال المؤمن وهل يكون جوابه نفس جواب المؤمن لو نفس جواب الكافر أنا هو هذا هو هذا السؤال نعم الحقيقة هو ورد أنه بالنسبة المسلم يسأل عن ربه وعن نبيه وعن دينه وعن كتابه لغير ذلك وفيه نزل قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة قالوا في الآخرة يعني في عذاب القبر بعذاب القبر يثبت الله سبحانه وتعالى فيرد الجواب هذا بالنسبة للمؤمن للمؤمن بالنسبة الكافر أكيد هذا ورد في أحاديث أنه ما يستطيع الجواب يقول كنت لا أدري كما يقول الناس لا أدري فيضرب على رأسه إلى آخر الحديث الذي وارد هذا بالنسبة للكافر أما بالنسبة للفاسق فما دام هو مؤمن وعند أصل الإيمان وعند أصل الإيمان فلربما يتلأثم في الجواب ربما يتلأثم في الجواب فيحتاجنا إلى رحمة الله سبحانه وتعالى أن تثبته في ذلك الموقف نسأل الله الرحمة نسأل الله الرحمة لكن أكيد هو ليس مثل الكافر ليس مثل الكافر هو يعرف أن الله ربه ومحمد النبي لكن عنده تقصير تقصير شكرا لسماحاتكم الأخت أم أثير سلام عليكم السلام سلام عليكم عليكم السلام يا أم أثير تفضلي أخي منزح ما عندي في السؤال لشيخ هذا تفضلي تفضلي عندي قرأة القرآن يعني لم أقرأها ما عدت أقرأها يعني بصورة صحيحة يعني أقدر أقرأ يومية كم من له ما يصير طيب بعد سؤالت الآخر أي سؤالت يعني بالنسبة لصلاة السهو نعم الأكثر مثلا صلي ركعتين أو ثلاثة يعني عبال صلي سجود السهو يصير عيد هلو شلون سجود السهو يعني قصد بالصلاة إذا فات تشرك أم ركعتين طيب طيب أي نعم شكرا 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 الأخ أحمد سلام عليكم هياك الله الله مبارك هياك الله على الجميع إن شاء الله مبارك على الجميع هياك الله عندي ثلاثة أخير نعم نعم طيب أخ أحمد تسمعني من التليفون ونصيلي صوت تليفزيون خليك ويا لأنه لا ينقطع من الكنترون فضل أول سؤال زوجتي تهدي للقرآن يصير إليه تهدي قراءة القرآن إيه تهدي للقرآن أنت تعرف تقرأ وتكتب أنا لا أعرف أقرأ ولا أكتب ناقدوا عميحة بالأخصار طيب وثالث سؤال فطرت يوم المريض شنك ألي قمت بك عنهم مع الصياء طيب فذية ومشكو رحمة الله هياك الله يا أخو يا أحمد هياك الله شكرا لك سمحت الشيخ يعني سؤلوني الشباب أيضا سؤال يعني مسألة المصاب بالسكري مريض بالسكري يستخدم أبر الأنسولين طبعا ظهر كل يوم لازم فهذه الحالة أنه هذا الأبر استخدام الأبر يفطر أم لا يفطر نعم الصيامة صحيح والأبر لا تفطر هذه الأبر لا تفطر نعم وإن كان تحت الجلد وغيرها وإن كان تحت الجلد في الوريد كذا نعم نعم شكرا لسمعاتكم الأخ أم أثير تقول يعني هي ما تعرف تقرأ القرآن لكن تقرأ هي بس اللي تقدر عليها تتمشي في أمورها مثلا هذا الشي جائز إذا كان أخطائها غليلة يعني أغلب الكلمات تدبرها لكن بعض الأخطاء بعض الكلمات تخطأ فيها إذا كان الخطأ قليل لا بأس في ذلك أن تقرأ وتحاول أن تتعلم وأن تقف عند الكلمة اللي لا تعرفها بها صعوبة وقد يكون مأجورة على ذلك يعني كما ورد أنه من قرأ القرآن وهو يتعتع فيه فله أجران نعم أما إذا كانت أخطائها كثيرة جدا لا نعم تستمع قرآن يكفيها طيب سؤالها الآخر تقول بالنسبة لسجود السهو قال صلاة السهو يعني تقصد إذا تنسى بالصلاة تعيد صلاة مرة ثانية لو يكفيها سجود السهو بهذا إذا كان مثلا هي صلي صلي ظهر أربع ركعات وصلت اثنين مثلا وسلمت وذكرت لا تقوم تجيب الركعتين تكمل صيرا أربعة وتسجد قبل ما سلم بعد التحيات تسجد سجدتين للسهو واستلم بعد ذلك هذا إذا شكت في أثناء صلاته لأنه سجود السهو حقيقة كثير أمور لكن هي كأنه الشك فإذا شكت أو مثلا صلت ثلاث ركعات قالت أنا صلت ثلاثة أو أربعة نقولها لا ابن على الأقل وجيب ركعة أخرى وأيضا أسجدي للسهو فسجود السهو يجبر هذه الأمور نعم نعم طيب شكرا لسماحتكم الأخ أحمد يقول زوجته هددت قراءة قرآن وهو لا يقرأ ولا يكتب الجائز ذلك للحي الآن تدخل في هذه المسألة الأفضل هو أنه بالنسبة إذا كان الشخص بعده بالحياة ويقدر يقرأ أو كذا أو يستمع أو تسمع يعني الهداء الثواب هو غالب يكون الموتى الذي انقطع عملهم الذي انقطع عملهم فيهدى الثواب للموتى لكن إذا كان هو عاجز نهائيا ويتمنى أنه يعني يصل لثواب قراءة قرآن فعلى الزوجة لما تقرأ القرآن تقول اللهم أوصل مثل ثواب ما قرأته لزوجي إن شاء الله يصل ويجوز نشرك بي اثنين مثلا نعم يجوز زوجة او هكذا نعم ماكو مشكلة لثواب هذا دعاء هذا دعاء يعني يعني مو عمل كل تراح وإنما دعاء الدعاء مستجاب إن شاء الله إن شاء الله تعالى شكرا لسماحتكم الأخ خالد سلام عليكم خالد سلام عليكم خالد قالوا حياك الله خالد خالد فضل الله يسمع خالد خالد اسمعني حياك الله فضل بس استعجلي شوية خالد شكرا صعام نعم 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 طيب طيب ماكو طيب 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 مجنب أجنب أثناء الصوم أثناء الصيام كنت مجنب يعني أثناء السحور لو وراء ما لمت يعني أنا صائع منكو الورج طيب 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 شكرا لك شكرا أبو عبد الله أم عبد الله سلام عليكم عليكم السلام هيا شاء الله يا عبد الله تفضلي ممكن أسأل الشيخ براز أحمد نعم بالتأكيد فضلي أسمعك الآن الشيخ سلام عليكم شيخ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ براز احنا اول يوم رمضان طوالت عملية وفطال سبع تيام الطوالت يعني اخر سبع تيام يعني اقضينا ادفع كفارة وجد كفارة نعم ان شاء الله شكرا جزيلا شكرا إلى شام عبد الله يسأل أيضا الأخ أحمد يقول بمسألة انه يشتري كارتات بالنقد ويبيعها بالاقصاد هذا الفعل جائز جائز ان شاء الله جائز بيع الاقصاد جائز طيب فدية الافطار يعني جد على كل الشخص اذا افطر يوم وكذا لا هو هذا السؤال يمكن انه افطر يوم هو افطر يوم افطر يوم ما علي فدية من يفطر يوم أو يومين وهو يقدر يصوم عليه القضاء من كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر ما علي كفارة اليوم احنا دا نعاني من مسألة يعني بعض المشاهدين يمكن حتى سألوني شباب انه يوصل الى مرحلة جزء عنده معاملة عنده فد شيء يوصل الى مرحلة العطش الشديد الى حق يفطر ويدفع كفارة العطش الشديد او الارهاق او انسان يخاف على نفسه من الهلاك طبعا هذا يفطر ويقضي يوم لا كفارة تبقى لا كفارة لا كفارة الا يأجز عن الصيام نهائيا او مرض مزمن ما ممكن ان يتشافى منه يالله يدفع كفارة اما اذا كان مريض وان شاء الله يشافه في ايام اخر قبل يأتي رمضان القادم عليه ان يقضي طيب شكرا لسماعتكم الاخ خالد يسأل يقول ما حكم من استيقظ من نومه في نهار رمضان وهو مجند لا بأس عليه ولا شيء عليه وعليه ان يقتسل وصومه صحيح ان شاء الله ان شاء الله تعالى طيب في حالة مثلا اذا هو ايضا مجنب ودخل وقت الفجر نعم فالحالة ايضا لا يؤثر لا يؤثر نعم من اصبح وهو جنب كان نعم واصبح ودخل الفجر وهو مجنب فصيامه صحيح فصيامه صحيح ان شاء الله لانه الجنب يأثر على الصلاة يأثر على الصوب فلاجل الصلاة لابد ان يختسل نعم سماعت الشيخ الاختم عبدالله تقول يعني بداية رمضان سوت عملية من اول يوم فطرة السبعة ايام هل تقضيها ام تدفع الكفارة الجواب كما قلنا نعم عليها ايام اخر ما عليها كفارة لا يجوز دفع الكفارة الا اذا انه لم تستطع ان تصوم بعد ذلك نعم طيب سماعت الشيخة يعني مسألة صلاة العيد ايضا بعض الاخوة سألوني عنها حكمها صلاة العيد نعم الصلاة العيدية طبعا سنة مؤكدة وعند بعض الامة والعلماء الاحناف خصوصا قالوا انها واجب اي من تركها يأثم وعند غيرهم تعتبر سنة وشعيرة من شعائر الدين يعني مو بس سنة عادية وانما شعيرة من شعائر الدين نعم يعني علي المسلمين ان يحافظوا عليها نعم هذا حكمها اما تفصيلاتها وربما في بعض سنأخذها في حلقة مقبلة ان شاء الله يعني اهتمال باتشرة واقبل اذا الله اراد الاخ عبد الستار سلام عليكم الاخ عبد الستار الو سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وكاته هياك الله يا اخوي اتفضل فالسؤال يا شيخ بالله اهي نعم نعم اتفضل الله يسأل مبارك الله احبكم يعني الانسان اللي يحس يعني اذا صار عنده شغل مثلا شوية صعب يعني قوي تقوم بالشمس يعني وراج يفطر يعني طيب عندك سؤال اخر لا على السؤال ان شاء الله تسمع الايجابة من فضيلة الشيخ شكرا الى الاخت سندس سلام عليكم بسم الله عليكم عليكم السلام مختي هيا شاء الله تفضلي اخي اذر احتي وشريك اخي اخي انا نعم تفضلي اسمع اشفضلي الشيخ دكتور تفضلي يا اختي عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شوانك شيخ حياكم الله تفضل ايه نعم تفضل انا مسؤولي عملية في ايران صالة سنتين وقال اكتور ايران ان فرشين اثناني كتريون مرتين ولا مرتين في الاستعابات اللي برضيان على قلبي فالصيام بين اليهزة في التفرج ما للأثنان ذاك رمضان اما حاولت احسلكم ما حسستكم غبر الله لفر السؤال مفاهدة يعني طيب عندي السؤال الاخر اختي اي شنو السؤالك الاخر بعد والسؤال يعني خاص يعني رقم مقدومة في الزحر عليكم تنطي ان شاء الله ناخذ رقم تليفون من فضلية الشيخ بس خلي ساجون رقم تليفون نتش الشباب وان شاء الله خير شكرا للا شاقتي شكرا سمحت الشيخ في مسألة يعني كنوا نتحدث عن صلاة العيد الاخ عبدالستار يعني نفس السؤال ربما اللي احنا مساعدتكلمنا عنه يقول من افطر يوم في رمضان وارهقه التعب او ربما العطش بسبب العمل شميس وكذا وكذا تعرف احنا وضعنا اليوم بالعمل يعني الشباب والله يكون بعونهم يعني العوائل فيمكن افطر يوم بهذه الحالة راح يقضي يوم اخر ام فقط كفار كما ذكرنا هنا حتى نعيد السؤال الجواب للاخوة المشاهدة طبعا اولا يعني انسان رمضان اكيد فيه مشقة ولو ما فيه مشقة ما الله فرضه وطلب انه عدم الاكل وعدم فيعرف انه ولمكانت الكبيرة عند الله سبحانه وتعالى وانه اجره على الله سبحانه وتعالى لا بد قال يترك شهوته وطعامه من اجلي فالانسان قد يلاقي صعوبة يعني انا ما اريد بعض الناس لما نفتي ونقول من ارحقه الجوع او العطش فيحق له ان يفطر ثم يستعجل في ذاك لا يصبر شوية ويجاهد لنفسه واذا رأى انه لا والله انه هذا الصيام راح يؤدي به الى هلاك نفسه او يؤثر عليه او يسبب له مراض مثلا اما بمجرد يعطش وكذا وصعوبة يعني احنا نرى اطفالنا احيانا يصومون فتشوف احيانا يقول افطر يقول لك لا انا ما افطر فيقدر الانسان يعني عنده قوة يتحمل فارثيت انه بحيث انه لم يبقى امامه الا الافطار اذا ما بقى امامه الا الافطار يفطر وعليه ان يقضي اياما اخر لان هذه الايام حق اذا فاتت ولو قضاءا لكن ما تكون مثل رمضان وخيرات رمضان ورحمة رمضان والاجر والثواب في رمضان فلا انسان يساهل في قضية وبعدين ربما يقضي وربما كذا اما الكفارة فقلنا لا ليس هناك كفارة لمن يستطيع القضاء نعم طيب شكرا اللي سامعتكم الاخت سندوس تسأل تقول يعني اجبرها الطبيب على استخدام فرشة الاسنان باليوم مرتين اثناء مثلا الصيام او غيرها هالحالة انه عادي ما تفطر هي في حال استخدمت فرشة الاسنان والمعجون يعني فرشة الاسنان واستخدام المعاجين الحقيقة لا تفطر الصائم يكره استخدامها لكن لا تفطر الصائم فعليها اذا تقدر مثلا بالسحور او بالفطور مرتين وتحصل المرتين فيها فيكون افضل لكن اذا كان مثلا يعني معالجة طبية وكذا وقالها لا لابد مثلا بالنهار وخصص لها كذا فتستخدمها ولا شيء عليها ما لم تبتلأ شيء من المعجون من المعجون طيب الاخ ابو حسام سلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله فضل ياك الله يا رسول فلا وزنح ما عندي شؤال يا لد حمار عندي والدتي بقلب وضغط وسكر فما اجعل السوم يوم ويوم المرد يرسوم يعني ورا ما ادخلي خلال السنبان هل علينا السوم لو لو تدفع فلوس والثالثاني عندي زوجتي امين حامل ما تقدر السوم يعني ورا ما ادخل السنبان انه تقبل علي ايام لو ادفع فلوس المكانه طيب ان شاء الله تسمع لي جانب فضل الشيخ شكرا لك يا أخو حسام شكرا لك بمسألة الاخ ابو حسام فضل الشيخ يعني امه امرأة كبيرة ربما يعني اذا كانت كبيرة قد لا يرجع شفاء او بالعكس هل عليها قضاء ام تدفع الفدية هذه هي تحدث يعني اللي بيها مرض السكر وبيها الضغط وبيها كذا ولما الصوم قولك تصوم يوم حيانا وتفطر يوم آخر يعني معنى ذلك انه شاق عليها الصوم وهي كبيرة فتعطي كفارة ان شاء الله على الايام اللي تفطر فيها اي نعم مقدار هذه الكفارة مقدار تقريبا الفين دينار يوميا الفين دينار يوميا او كيلوان طحين كيلوان تمان كيلوان نص نعم نعم طيب بالنسبة لزوجة الحامل ابو حسام زوجة الحامل عليها القضاء عليها القضاء مدام فيها صعوب عليها عليها القضاء ولا كفارة عليها ما كفار عليها ما بقي من ليلة القدر فضيلة الشيخ والله الحديث ايضا يعني حتى لو مثلا عندك سورة سورة القدر يعني فيها الحقيقة اشارات الى عظيم فضل الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة الواركة وخصوصياتها حينما يقول الله سبحانه وتعالى اننا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الف شهر خير من الف شهر ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حرمها فقد حرم الخير كله سبحان الله وما يحرم الخير الا محروم سبحان الله طيب الف شهر الاخ علاء معي ايضا سلام عليكم اخوة علاء سبحانه وتعالى حياكم الله يا اخوة علاء اتفضل اخي والله عدي وعلي شسمة دعم دعم مرض فاحنا صغار من شسمة يقولون لازم تدفعونا لو في الواحد في الياه لو ايه لو شهرين شهرين طيب هي اللي دعم هاي المرأة الموجودة يعني توفت لو موجودة عايش لا توفت احنا صغار ما لا اعرف بالشي ما امطاء طيب احنا صغار والله طيب قصد من الداعمها يعني ابو ابو دعمها طيب شكرا لك يا اخو علاء شكرا جزيلا ابو متوفي لو ايه علاء وياي باقي طيب يمكن راح ما اعرف نعم الاخوة سارة سلام عليكم اخوة سارة سلام عليكم اهلا السلام عليكم وعليكم السلام حياة شاء الله بس اه اه نعم قطالة الاتصال طيب سمحت شيخ يعني مثل هذه الحادثة اللي يتكلم عنها الاخ لا يعني هو يقول احنا صغار ما لحقنا انه نسأل انه والده حي يرزق ام طيب في مثل هذه المسألة يقول يعني ابو دعم امرأة وتوفت هذه المرأة و احنا يجوز يمكن في ذلك الوقت الناس تسامح تعقو نعم مثل حالته شنو هو يصوم شهرين متتابعين يصوم شهرين متتابعين هذه فدية هذه فدية كفارة الخطأ كفارة قتل الخطأ اه اذا لم يستطع او لم يصم ما صام ربما او لم يستطع طبعا تبقى الكفارة في عنقه تبقى الكفارة في عنقه اذا مات اذا مات يدفع عنه عن كل يوم ايضا اطعام ستين مسكين شهرين اطعام ستين مسكين هذا اهلا يعني يسوه بس هو الواجب الآن يبدأ بالصيام اذا كان حيث اذا كان موجود يصوم شهرين متتابعين و اذا ما عنده طاقة للصيام يروح يدفع الفدية لا ما يدفع الفدية لا ما يدفع يبقى في عنقه يبقى مطلوب يعني ما ينتقل مثل كفارة الجماع وغيره المذكورة في القرآن الكريم انه في في الظهار انه يصوم شهرين متتابعين فمن لم يستطع فيطعام ستين مسكين لا انا ماكو لانه في فئات القتل ما موجود قال فصيام شهرين متتابعين توبة من الله نعم فمن لم يستطع يبقى مطلوب اذا مات يعطون عنا ورثة عن هذه الايام التي لم يصوم ويطعمون عنا ستين مسكين ستين مسكين نعم شكرا لي سامحاتكم فضيط الشيخ دكتور مشعان الانساوي عضو الهيئة العليا المجمع الفقير العرقي شكرا جزيلا لك وانفع الله بك المسلمين ايضا شكر موصول لكم مشاهدين الاكارم لحسن المتابعة نتقيكم يوم غد بنفس الموعد ان شاء الله تعالى وحلقة جديدة من برنامج فقصية وإلى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام وحسن جزيلا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة